بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله باب من الشرك الاستعاذ بغير الله باب من الشرك الاستعاذ بغير الله وقال الله تعالى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وهذا الباب كغيره من الأبواب التي مرت قبله من ما يتعلق بالذبح لغير الله والنذر لغير الله وهي أبواب ذكر المؤلف عندما شرح معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإنه قال بعد أن شرح هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقة التي يدخل الإنسان بها في الإسلام قال وما يأتي بعد هذا من الأبواب فهو شرح لهذه الكلمة يعني ما سوف يذكره من أبواب متعلقة بجوانب التوحيد وما يضاد التوحيد فإن الشيء يفسر بمعناه ويفسر بضده فإذا عرفت الشرك عرفت أن ضده التوحيد وإذا عرفت التوحيد عرفت أن ضده الشرك فلهذا تقول هذه أبواب في التوحيد لأنها هي التي تفسر لك التوحيد فالذي يفسر لك التوحيد إما مسائل توحيدية يذكرها وإما مسائل شركية تستنتج منها أن ضدها التوحيد فهنا بيّن بأن من الشرك أن تستعيد بغير الله عز وجل وضد ذلك أن تستعيد بالله وتخلص الاستعاذ لله سبحانه وتعالى فهذا هو التوحيد لأنه قد تقرر معنا بأن التوحيد هو صرف العبادة لله خالصا لله عز وجل وأن الشرك أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى ومر معنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات التي في القلب من الأقوال والأفعال والاعتقادات فكل ما أحبه الله ورضيه فهذا هو الذي تتعبد به لله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن تشرك أحدا من المخلوقين في شيء من هذه العبادات ولهذا إذا استعذت بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا هو الشرك أجارنا الله وإياكم من ذلك ومعنى العوذ أن تستعيد هو أن تلجأ إليه في دفع المكروه العياذ واللياذ فإن العياذ هو لدفع ما تكرهه وتخشاه وتخافه واللياذ هو أن تلوذ به طلبا فيما عنده من الخير والرغبة فتعوذ بالله وتلوذ بالله فتعوذ بالله مما تخاف وتلوذ بالله سبحانه وتعالى مما تريد تطلب منها الرزق تطلب منها العافية فإنك تلوذ بالله عز وجل وهذا العوذ بالله والاستعاذ بالله عز وجل ينبني عليها أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولهذا تلجأ إليه وتستعيد به قادر على كل شيء وهو يحميك من كل مخلوق وغيره لا يستطيع أن يحميك فإن الخلق لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم يرده الله تبارك وتعالى لك فإنهم لا يستطيعون ذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يرده الله لك فإنهم لا يستطيعون ذلك فإذن أجمت الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء فإذا تقررت هذه الحقيقة في القلب استعاذ العبد بالله تبارك وتعالى ولا يلتفت للمخلوقين في دفع الشرور عنه وإنما يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ما عدا في حدود الأسباب الظاهرة التي يستطيعها الخلق فإن فيه شيء إذا لجأت لمخلوق فيه واستعذت به ولجأت فإنه سبب ظاهر يستطيع ومر معنا أن الأسباب أسباب ظاهرة وأسباب غيبية هذه الأسباب الغيبية هي المرتبطة بالله سبحانه وتعالى وهذه الأسباب الظاهرة التي جعلها الله سببا فهذه أنت مأمور بفعل الأسباب والتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن كان الذي تعود به تقول للسلطان أو لغيره أعود بك من فولان فإنه يريد أن يعتدي عليه فهذا لا حرج لأنه سبب ظاهر لدفعه عنك سبب ظاهر لدفعه عنك ولهذا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في جواري بعض المشركين فإنه لما ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ورجع من الطائف وكان قومه قد حنقوا عليه وأرادوا أن يمنعوه من دخول مكة فذهب إلى رجل له مكانته رجل شريف في قومه وعنده قوة أولاده عشرة من صناديد الرجال فأخبره الخبر قال أنا أجيرك وكانوا يعرفون معنى الإجارة الإجارة يعني يمنع أحد يعتدي عليك يمنع أحد يمنع أحداً أن يعتدي عليك فقال تعال تعال معي واطوف بالكعبة وجرد سيفه وأولاده كل واحد جرد سيفه فأحاطوا بالكعبة وكل منهم وضع سيفه أمامه وقال طف الآن فلما جاء كفر قريش فلما رأوا هذه الحالة سألوه قالوا أنت متابع أم مجير يعني هل أسلمت ودخلت في الإسلام أم مجير قال لا بل مجير فلم يتعرضوا لجواره ألبت فهذه الإجارة في شيء يستطيعه هذا الرجل مع اعتماد الله سبحانه وتعالى عليه وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان قد تجهز ليهاجر مع المسلمين إلى الحبشة فقابله رجل له مكانته في قريش فقال إلى أين يا أبا بكر قال آذوني في ديني فأنا أريد أن أهاجر قال مثلك لا يخرج ارجع فأنت في جواري يعني لمكانت ببكر الصديق في قريش وكذا يعني مثل هذا الرجل كريما نفس لا يخرج يعني كيف يخرجونك لأجل أن اخترتها أن تعبد الله عز وجل قال مثلك لا يخرج ارجع فأنت في جواري يعني لا يؤذيك أحد وحصل هذا فرجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهذا يدل على أن الاستجارة بالشخص فيما يستطيعه لا حرج لكن لو كان في شيء لا يستطيعه لو استجرت به في دفع المرض عنك فهذا شرك لأنه لا يستطيع أن يدفع عنك المرض لو استجرته في دفع شيء غيبي ما يراه ولهذا قال الله تبارك وتعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يعني ولا تستعذ بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق لأن هذا أمر غيبي تسلط الشيطان على الإنسان لا يستطيع أن يعيذك منه إلا الله سبحانه وتعالى فلم يقل استعذ بعالم ولا استعذ بنبي وإنما قال فاستعذ بالله من هذا الشيطان وكذلك إذا لما بك مرض أو لما بك مصيبة أو نحو ذلك فإنك لا تستعيد إلا بالله لأن هذا هذا الأمر لا يدفعه عنك إلا الله سبحانه وتعالى وليس من الأسباب العادية التي مرت معنا وهي أنك تستجير بشخص له قدرة على دفع الضرع عنك قدرة ظاهرية في سبب ظاهر فهذا معنى الاستعاذة لما تكون توحيدا ولما تكون شركا فهي بالله توحيدا وبالمخلوقين شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ومنها فلذلك لا تستغيدوا بميت أبدا لا بإبراهيم ولا بإسماعيل ولا بجميع الأنبياء ولا بالرسول سلم ما دام مات فلا تقول أريد أن أكون في جوارك لأنه ليس من الأسباب الظاهرية التي تكون في جوارك ولهذا لا تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول أنا في جوارك مما أخاف من الأعداء بعد أن مات صلى الله عليه وسلم فإنه ما دام أنه مات فهو ليس من الأسباب الظاهرية فهذا لا يجوز البتة لا يجوز أن تقول أنا في جوار في جوار المصطفى ليدفع عني شيء هو لا يعلم عنك ولا يدفع عنك شيء البتة ولهذا لا يجوز أن تعوذ إلا بالله عز وجل كذلك الأعداء الذين يتسلطون عليك ولا يراهم الناس مثل صاحب العين مثلا صاحب العين لو تقول لشخص أعوذ بك من صاحب العين هذا أمر خفي انتقال العين من شخص إليك فهذا أمر خفي ولهذا تستعيذ بالله من كل دابة وهام ومن كل عين لام لأن هذا أمر خفي والآية التي أوردها المؤلف هنا هي من هذا الجانب وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذا على عادة الجاهلية كانوا إذا نزلوا في وادي يقول أحدهم إننا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه إيش يقصد بهذا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه لأن الجن هما أمم مثل الإنس وهم مكلفون بالعبادة كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولهذا جاء منهم وفد وسمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخل في رجوعه من الطائف فعرفوا التوحيد وأسلموا ورجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى التوحيد وأسلم بإسلامهم كثير من الجن وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقابلوه بعد ذلك في مكة وطلبوا أن يقابلهم وأن يتعلموا منه ولهذا كان معه ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه فخط له الرسول صلى الله عليه وسلم خطا قال خلك في هذا المكان ولا تتحرك منه مهما ترى لا تتحرك لك من هذا جعل خط محدد وجلس فيه ابن مسعود وقال له لا تتحرك من هذا المكان مهما رأيت فجاء الجنون التي أسلمت تريد أن تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود فرأيت أسودة كثيرة وخشي على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه تذكر قول الرسول عليه وسلم لا تغادر هذا المكان فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وسألوه الطعام لهم ولدوابهم وقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فيجدونه كامل كأنه لم يؤكل من شيء ويأكلونه وجعل أرواث حيوانات المسلمين طعام لدوابهم ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجمر يعني لا تمسح عذرتك لا تمسحها بالعظام ولا بروث البهائم السبب في ذلك إنها طعام لإخواننا من أهل الجن من الجن فحتى لا تنجسها عليهم لا تفعل ذلك فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وتخاصموا إليه في قتيل قتل بعضهم قتيلا وتخاصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أمرهم غيبي هؤلاء ما لنا علاقة بهم ولا ممكن أن نفتح معهم حديث ولا خطوط ولا غير ذلك البتة عالم غيبي له أحكامه ما نعرفها لكنهم يشتركون معنا في العبادة بمعنى أنهم يفردون الله بالعبادة ولا يعبدون غيره لكن العبادة المناسئة التي فرضت عليهم لأننا ما ندري هل فرض عليهم الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الصيام ونحو ذلك هذه شريعتنا نحن ما الذي فرض عليهم فهذا لا نعلمه لكنهم لا يتعبدون إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا لا يجوز أن تستعيد بالجن وتلجأ إلى الجن هذا لا يجوز البتة كحال أهل الجاهلية فإن أهل الجاهلية يقصدون نعوذ بسيد هذا الوادي هم يعتقدون أن فيه جن وهم لا يرونها وأن هذا الجن فيهم سفهاء وفيهم عقلاء فهم يستعيدون بهذا السيد أن يمنع السفهاء ولهذا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه وهذا لا يجوز لأنك كيف يعني هذا غيب يا الجن أنت ما تراه كيف تستعيد بشيء غايف وكيف تعرف أنه حتى لو جاءك تصور لك وقال أنا سيد الجن فإنك ما تصدق ولأن قد يكون الشيطان يكذب عليك وتلاعب بك فأنت ما تصدقه البتة ولهذا الآن بعض الذين يقرؤون على المرضى يتكلم معهم جني ويضللهم ويكذب ويثير الفتن بين الناس ويقول فيه سحر وضعه فلان ونحو ذلك وهؤلاء كلهم لا تنظر في أخبارهم ولا في أقوالهم البتة لا تنظر لا في أخبارهم ولا في أقوالهم لأنك ما تعلم هل هذا الشيطان يتلاعب بك فهذا الباب مسدود تماما فلا يجوز أنت تستعيد بالجن ولا تقول مثلا لأنك أولا لا تراهم فأنت تستعيد بغائب والغائب أصلا في حكم الميت لا يستعاد به الغائب في حكم الميت فأنت ما تستعيد إلا بحاضر قادر على ما تستعيد به منه لا بد يكون حاضر وقادر أما لو كان غائب فأنت ما تستعيد به لأنك إذا استعادت به فمعنى ذلك أنك تعتقد أنه له قوة غيبية متسلطة على الأسباب فلهذا لا تستطيع يعني أنت لما تكون مثلا في حضرة السلطان وتقول أعوذ بك من الظالم فلان فهو يسمعك لكن إذا كنت بعيد عنه ما يجوز أن تقول أعوذ بك يا السلطان من فلان لأنه هو ما يسمعك فمعنى ذلك أنك تعتقد فيه عقيدة غيبية أنه يسمع من قريب أو من بعيد وهذا الاعتقاد هو باب الشرك معنى ذلك أنك أعطيت هذا الذي تستعيد به صفة من صفات الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء فهذا الذي تستعيد به لو شخص مثلا يعوذ بميت يقول أعوذ بك يا عبد القادر الجيلاني أو أعوذ بك يا حسين أو أعوذ بك يا بدوي وهو بعيد كيف يسمع فإذا ظننت أنه يسمع من قريب أو من بعيد فأنت أعطيته صفة من صفات الله عز وجل أعطيته صفة من صفات الله فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع من قريب أو من بعيد لا يخفى عليه شيء ونحن نرى الناس الآن يعني يفعلون أشياء يدل على أنهم فعلا يعطون هؤلاء الأموات صفة من صفات الله عز وجل وإلا الذي يكون هنا في مكة مثلا ويقول يا حسين وحسين تقول أين حسين يقول في العراق مدفون في العراق طيب يا حسين وهو في العراق هو يسمعك كيف يسمعك كيف يسمعك وكيف يعرف لغتك لأن بعضهم يتكلم بالأردو وبعضهم يتكلم بالفارسي وكيف يعرف أنك فلان حتى يتوسط لك عند الله عز وجل فمعنى ذلك إن من يكون الرجل مجنون ما له عقل ونحن نرى أنهم لهم عقول ويتصربون وإما عنده عقيدة أنه يرى أن هذا الرجل يعرف جميع الخلق ويعرف جميع اللغات يعرف جميع الخلق ويعرف جميع اللغات ولا تختلف تختلف عنده الأصوات فهذا أعطى صفات الرب هذا أعطى صفات الله سبحانه وتعالى ولهذا ما تجد يقول أنا فلان ابن فلان عصابني مرض كذا يعلمه بناء على أنه يعلم الغيب وإنما يقول أدركني حصل أدركني أنقذني ولا يقول أنا فلان ابن فلان فهذا واضح جدا أنهم يعتقدون في هؤلاء الأموات أنهم يسمعون من قريب أو من بعيد يسمعون من قريب أو من بعيد وأنهم يعرفون جميع الخلائق وأنهم يعرفون جميع اللغات جميع اللغات إذا كان الهند الوحدة فيها سبعمائة لغة الهند الوحدة فيها سبعمائة لغة وما في واحد يقول جبولي مترجمة بكلم البدوي ولا بكلم الحسين ما في ولا بكلم عبدالقادر الجلاني ما حاج جاء مترجم عبدالقادر الجلاني عربي حسين عربي ما عنده لغات ثانية فهل بعد أمات تعلم جميع اللغات فهذا يدل على قولهم هن ما نعبدهم كلام فارغ هذه العبادة اعتقادك أنه مهيم على عالم الأسباب وأنه يعني هذه العبادة هذه هي العبادة وإلا لا يفعل ذلك مجلون يعني نحن الآن لما ندعو الله عز وجل نعتقد أنه يرانا ونعتقد أنه يسمعنا ونعتقد أنه يعلم أحوالنا وأنه لا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات هذا ما يرد عنه ولذلك تسمعون ضجيج الحجاج ضجيج الحجاج وهم يطوفون بالكعبة وضجيج الحجاج وهم في عرفة بآلاف اللغات هل يرد بذهن أحد منهم إن الله ما يسمع كلامه أو إن الله ما يرى أبدا واثق إن الله يسمع كلامه ويسمع دعاءه ما يمكن يرد بذهنه أني أنا ممكن أتكلم وأدعو ودعاي هذا لا يسمعه الله هذا ما يمكن لأنه معتقد بحقيقة الرب سبحانه وتعالى بكماله وبأسمائه وصفاته الذي يستعيد بالأموات ويلجأ إلى الأموات فإنه يعتقد فيهم مثل ما نعتقد في الله عز وجل البت كذلك لو كان حي لكنه غايب فيقول هذا ولي وليسمون أنفسهم مولياء يضحكون على الناس فعلا ويشعرونهم أنهم يعلمون من بعيد ولهذا الكهان يوهمون الناس أنهم يعلمون أشياء غيبية ولهذا بعض الناس إذا سرق له شيء يذهب إلى الكهن يريد أن يدله على المسروق يقول شوف من اللي سرق سيارتي وليه الكهن هذا يعلم الغيب أحيانا الكهن يقول نعم مثلا سيارة في الليث روح تقاف المحل الفلاني فهذا يعني يأتي يعني يجي يعتقد أن هذا يشارك الله بعلم الغيب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقت أن يعلم الغيب طيب يقول أحيان يجيب صح الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيّن كيف يعني الآن مثلا الجن الشياطين هي تخدم الذي يعبدها إذا ذبح لها من دون الله تخدمه بما تستطيع هي تبقى أنها مخلوقة لكن عندها قدرة أكثر من قدرة عندها حركة أكثر من حركة الإنس وتتعامل مع القرين يعني قرين الشخص الشيطان الذي معه تتعامل معه يعني أنت قد تاتي وذكر لواحد قصة عجيبة فعلا يقول كانت زوجتي مريضة فقيل لي أن فيه كاهنة تعطي أدوية وهو عام جاهل ما يعرف أن هذا لا يجوز وهذا من جهلة موضوع التوحيد ما تعرفه وأنت في بلاد الإسلام دل على أن بعض الناس لا يهتم بأعظم كلمة على الوجود وهي لا إله إلا الله لكن اسمعوا القصة يقول ونحن في الطريق فسألت مرافقي فقلت كم كم تأخذ هذه المرأة قال تأخذ أربعمائة ريال من كل شخص يقول فقلت في نفسي وأنا معي أربعمائة أبغى أقول ما فيها لمئتين وأعطيها المئتين يقول فلما أتينا عندها قلت زوجتي فيها كذا وكذا وكذا وأريد أن تعالجها قالت ما أعالج زوجتك قلت لماذا قالت لأنك كنت جايب معك أربعمائة ورديت مئتين يقول أنا تصببت عرقا الآن لو طلبت أربع علاف أعطي أربع علاف فقلت له يا الآن أنت تدري معك شيطان ولا ما معك شيطان القرين كل إنسان معه شيطان قال أدري قلت طيب وأهلت أن هذه المرة تعلم الغيب قال كيف عرفت قلت عرفت شيطانك تكلم مع شيطانها شيطانك الذي معك تكلم مع شيطانها وقال لها القصة لأنك تتحدث أنت وصاحبك والقرين يسمع فقال لها القصة فهي أمرأة تعاون مع الشيطان تستخدمه الشيطان والشيطان لا تستخدم أحد إلا لإضلال الخلق الشيطان لا تستخدم أحد بل قد تفعل يعني بعض الأشياء التي الناس يرتاحون لها لكي تضل الخلق وتدعوهم إلى عبادة غير الله عز وجل وإلا ليس هناك وهذا الباب يقول الشخص طيب أنا وجدت سيارتي مسروقة نقول هذا الباب سد عليك أخلي تضيع مسرقاتي إذا لا لا توجد إلا من هذا الباب فلا يجوز لك أن تفعل ذلك ولهذا لا يجوز لك أن تذهب لكاهن ولا ساحر ولا غيره ولا أن تستعيد بهؤلاء البتة لأن هذا الباب مسدود عليك إذا كان المحرمات لا يجوز أن تتداوى بها لا يجوز أن تتداوى بالخمر ولا بما حرم الله عليك ولا أن تشرب الدم المسفوح فالشرك أعظم تحريما من هذه فهل يجوز تقول أنا مضطر أتعالج بالشرك أتعالج بالشرك ونحو ذلك فما حرمه الله عليك لا تتداوى به الله سد عليك الباب هذا هذا الباب مسدود عليك تقول محتاج له هذا مثلا الذي يقول أريد أن أشرك لأحصل على مال لو شخص قال أنا أهل الشرك يريدون إعطاء مال وأنا محتاج لهذا المال ما أشرك تقول لا ما أتشرك ممنوع عليك الشرك فكذلك ممنوع عليك التداوي أن تتداوى بما يكون فيه شرك وإقرار لعبادة الشياطين وأولياء الشياطين ولهذا قال الشارح هنا الاستعاذ هي الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ فالعائد بالله قد هرب مما يوذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به والتجأ إليه وأما لما يسمى شخص اسمه معاذ كيف يسمى شخص اسمه معاذ يعني يلتجأ به والالتجاء لا يكون إلا بالله نقول سمي معاذ لأنه يلتج به فيما يقدر عليه لأن بعض الناس يعني فيه خير وفيه نخوة فإذا التجأ إليه أحد وهو يستطيع مثلا أن يعينه أعانا فلهذا يسمون العرب الشخص بأنه معاذ والمراد أنه معاذ فيما يستطيع وإنه وإنه معاذ معاذ بن جبل فهو معاذ فيما يقدر عليه وليس معاذ على الإطلاق معاذ فيما يقدر عليه أما ما لا يقدر عليه فإنه لا يستعاذ به فيه ولا يستجار به به قال وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذل له أمر لا تحيط به العبارة الاعتصام بالله والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذل له أمر لا تحيط به العبارة يعني الناس يتفاوتون فيه فشخص يعني في غاية التذلل والافتقار لله سبحانه وتعالى وشخص وسط في هذا لأن هذا من الإيمان والإيمان يتفاوت درجات عظيمة في القلب الإيمان ولهذا كان يقول بعض السلف والله ما سبقكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثرة صوم أو صلاة يعني ليس هو أكثر واحد من الصحابة صياما ولا أكثر واحد من الصحابة صلاة ولكنه ولكنه بالإيمان الذي استقر في قلب قوة اليقين قوة الإيمان في قلب الذي لا يتزعج على البتة هذا الإيمان الذي في قلبه لا يتزعج على البتة ولهذا سمي صديق يعني بلغ الغاية في الصديقية بعد الأنبياء فحصل هذه المنزلة فهذا معنى قول هذا من كلام ابن القيم لا تحيط به العبارة لأن هذا الناس يتفاوتون فيه شخص مثلا يستعيد بالله يقول أعوذ بالله وشخص يقول أعوذ بالله وهذا استعادته تنجيه وهذا استعادته لا تنجيه ما الفرق وهذا قال أعوذ بالله وهذا قال أعوذ بالله هذا قال أعوذ بالله ما في قلب شعره في التفات لغير الله عز وجل وعنده اعتماد كامل وذاك دون هذا لكن عنده من الاستعادة ما يبعده عن الشرك فقط ولهذا يمثل لهذا بالسلاح الذي تضرب به فإنك قد تضرب شخص بالسيف فتقطعه نصفين ويأتي شخص ويضرب بهذا السيف نفس السيف يأخذ منك ويضرب ولا يقطع الشخص السيف هو السيف الاستعادة هي الاستعادة لكن الضارب غير الضارب الضارب غير الضارب فالضارب هذا بقوة متناهية وهذا ضارب فيه ضعف وتحمل كل ما تفعله من الأسباب ودعاء الناس وصلاة الناس هذا المثال ضعه أمامك فشخص يصلي وصلاته لها نور تصعد إلى السماء وصلاة دون ذلك وهذا يسمى مصلي وهذا يسمى مصلي وهذا يسمى داعي وهذا يسمى داعي وهذا يسمى موحد وهذا يسمى موحد لكن شتان بين توحيد وبين توحيد وبين صلاة لأن الإيمان يزيد وينقص والإنسان تمر عليه حالات كثيرة جدا يعني مرة هو يشعر بنفسه أنه بغاية انشراح الصدر واليقين ومره يضعف وذلك لأن المعاصي تضعف نور الإيمان المعاصي تضعف نور الإيمان إذا ارتكب معصية فإن هذا يضعف نور الإيمان إذا كان طاعة فإن تجل نور الإيمان فيزداد نورا وهكذا فالبشر من هذه الزاوية فهذا معنى قول لا تحيط به العبارة لأن الناس يتفاوتون في ذلك وقال ابن كثير الاستعاذ هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والالتصاق بجنابه يعني تشعر أنك في كنفه وأنك قريب من الله وأن الله قريب منك وتتذكر أسماءه وصفاته وأن الخير لا يتيك به إلا الله والشر لا يدفع عنك إلا الله فعند استحضار هذه المعاني تكون قريب من الله سبحانه وتعالى والعياذ يعني يعني الاستعاذ من العبادات ومدام أنها من العبادات فتصرف لله سبحانه وتعالى وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني يسمع استعادتك وهو عليم بحالك وحال من تستعذ منه قال وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق انظروا كل الاستعاذات ما تكون إلا بالله قل أعوذ برب الفلق ورب الفلق هو الله كما تعلمون وقل أعوذ برب الناس فما كان عباد لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته يعني من طلب أن تستعيد به فهذا هو الطاغوت لأن الطاغوت هو من عبد وهو راضي بالعبادة وهذا منازع لله في إلهيته يريد أن يشرك الله عز وجل في إلهيته كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق ثم ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقة زادوهم رهقة يعني زادوهم طغيانا يعني هو يحتمل من الجنبين ولهذا كان الجن يرون أن لهم فضل على الإنس مدام الإنس يستعيدون بهم قال كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا والمستعاد به أعلى من المستعيد لأن المستعيد محتاج وطالب فزادوهم رهقة يعني طغيانا وظنوا أنهم لهم مكان وإن الإنس يستعيدون بهم قال وهذا كان قال إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرار وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان لأن يصيبهم بشيء يسوءهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته فلما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا يعني هنا المعنى الثاني أن الرهق الآن هنا أصاب الطرفين الرهق أصاب الجن فظنوا أن لهم فضلا والرهق صاب الإنس قال أي زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر نفوذا بهم إلى أن قال يعني ذكر عن بعض التابعين أنه فسر الرهق بالخوف وفسره بعضهم بالإثم وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمس بواد قفر قفر يعني خالي ليس فيه أحد وخاف على نفسي قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذ بغير الله أجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم يقول شخص طيب حين نرى الآن علماء يعني يستغيثون كثير علماء كبار يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم نقول هؤلاء مخالفون للإجماع ما يعرفون ما يعرفون ما يعرفون تلبس عليهم الأمر لا يعرفون إجماع المسلمين الصحيح فهؤلاء مخالفون للإجماع والدليل على أنهم مخالفون للإجماع أنهم يعملون شيئا لم يعمل في القرون الثلاثة المفضلة فهذا إجماع ولا ما هو إجماع لما تاتي بشيء ما فعل في القرون الثلاثة المفضلة ما فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا فعله أتباع التابعين فهذا يدل على أنهم كانوا يجمعون على شيء وهؤلاء خالفوا الإجماع ولا يغرنكم ما جاء من الانحرافات بعد ذلك وكثرت فيها الكتب والمؤلفات ونحو ذلك فإن الذين يتلاعبون الآن بالأسماء والصفات لله عز وجل ويؤولونها مخالفون للإجماع الصحابة مخالفون للإجماع تقول هؤلاء العلماء لا يدرون الفتنة إذا جاء التلبيس إذا جاء على أشخاص وإلا لماذا لم ياتوا بدليل واحد من الصحابة لماذا لم ياتوا بدليل واحد من الصحابة كنت ذكرت لكم هذا فيما يتعلق بالمولد المولد النبوي قلت بس دليل واحد إن الصحابة احتفلوا بالمولد ما في البتة دليل واحد إن التابعين ما يعرفون فضل الرسول ما يعرفون مكانة الرسول دليل واحد إن التابعين احتفلوا بالمولد ما في وهذه المسانيد اللي عندكم الأحاديث مسانيد الصحابة في المصنفات الآن دليل واحد صحيح ما في فإذا هذا الذي يأتي بشي جديد وش معنى بدعة يعني بدعة خالفة فيها إجماع المسلمين بدعة خالفة فيها إجماع المسلمين فهذا البدعة التي يتردد فيها أناس من التأويل وتحريف الأسماء والصفات وإن سموه تنزيه وإن سموه عبادة غير الله توسلا ومحبة فإن التسميه لا تغير من الحقيقة شيء يعني عليك أن تفكر بعقلك صح انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فمستحيل أن يكون الصحابة فاتهم جميعا شيء من دين الله مستحيل لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفوت بعضهم سنة يفوت كثير منهم سنة لكن تبغى عند بعضهم ولهذا رأينا أن الصحابة في بعض المواقف تأتيهم أمور ولا يعرفون السنة فيها أكثرهم الموجودين لكنها عند بعض الأشخاص فإن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون في قصة عمر لما جاء الطاعون في الشام وهو كان مسافر إلى الشام بجيش من المسلمين فهذه نازلة لا يعرف لها حكم ولا يعرف عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيها حكم فاجتهد في حدود النصوص فجاءه بعد ذلك رجل وقال أنا عندي في ذلك سنة يعني فيه دليل على هذا الموضوع سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا جاء بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه فكان هذا من توفيق الله للمسلمين الذين اجتهدوا في هذا الأمر فأصابوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمستحيل أن يكون شيء من الدين فات الصحابة رضو الله عليه جميعا ما يمكن لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين وبلغوه لنا فمن أين يأتينا الدين لو ما جاءنا عن طريقهم من أين يأتينا الدين هم سند الشريعة ولهذا يعني لا غرابة إذا رأيتم بعض العلماء مثل الإمام مالك وغيره الذي يرى أن من يكفر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الزندقة وأنه زنديق لأنه إذا قلت صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كفار فمن أين تأخذ الدين يعني لو أن أحد جاء على مذهب الرافض الآن الذين يرون ليس من الصحابة يرون الصحابة كلهم كفروا إلا بضعة عشر رجل فإذا كان لو كان هؤلاء كفار فإنهم غير مؤتمنين على الشريعة وإذا كانوا غير مؤتمنين على الشريعة فمعنى ذلك أنك سوف تحرق صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة وكل هذا تحرقه التراث هذا كله تحرقه هذا الدين والسنة هذا كله تحرقه بل وتحرق المصحف هذا فإن الذي جمعه هو عثمان ومعه الصحابة وهذا القرآن يتداوله الناس هو كلام الله عز وجل فهل معقول أن الكفار على فهمهم الكفار جمعوا القرآن وهم متمنون عليه ولهذا تجدهم هم لا يسلمون وإن كان يدفعون الشناعة عن أنفسهم ويقولون هذا هو القرآن لكن هو من باب التقية لأنهم يزعمون أن عندهم مصحف اسمه مصحف فاطمة يقولون ليس فيه من قرآنكم شيء سمونه قرآننا انظروا قرآنكم ليس فيه من قرآنكم يعني قرآنها للسنة والجماعة فإذا فتحت الباب أن الصحابة فاتهم شيء من الدين ونحو ذلك فإنك تفتح الباب على عدم الثقة في هذا الدين الذي تتعبد الله عز وجل فكيف يجر إنسان عنده عقل وتفكير أن يأتي بعبادة جديدة ما كان يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين خير القرون قرني ذم الذين يلونهم ذم الذين يلونهم فيأتي بعبادات جديدة ويأتي بأذكار جديدة ويأتي بأوراد جديدة ويأتي بطريقة ينسبها إلى نفسه فيقول طريقة الشاذلي الطريقة الشاذلية الطريقة الرفاعية الطريقة الختمية يا أخي وش هذا الطرق ما تقول طريق محمد صلى الله عليه وسلم ما يكفيك أنت لا يكفيك طريق محمد حتى تتعلق ببشر وقبل الطريقة الرفاعية هذا الذكر حقه وهذا أدعيه من الذي كان يدعو ولهذا من فضل الله ما أحد منهم ينسب هذه الطريقة للصحابة ما في أحد يقول الطريقة العملية الطريقة العثمانية لأنهم ما يجدون عليها وإنما ينسبون إلى أشخاص متأخرون قد انحرفوا أو كذب عليهم إما أن يكون الحرفهم وإما أن يكونوا كذبوا عليهم لأن بعض شياطين الإنس يكذبون حتى تروج البضاعة ولهذا لما مسكوا بعض الزنادق والزنديق هو الذي يظهر الإسلام وهو في الباطن عدو للإسلام وهؤلاء وجدوا من زمان أجل الذي اغتال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة وغيرهم يعني بعضهم يظهر الإسلام للناس لأنه الإغتال عمر هو مجوسي لكن الفرمزان أظهر الإسلام وقيل أن الفرمزان هو الذي خطط لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن ما تجدهم ينسبون هذه الطرائق إلى الصحابة لأن الصحابة لا عندهم إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ما عندهم إلا ما جاء في الأحاديث صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم عندهم هذا الدين المتلقى بالأحاديث ولهذا يسأل بعضهم بعضا عندكم في هذا سنة لأنه يعرف الدين ما هو من البشر أخذه الدين من الوحي إذا جاءت مثلا عندك في هذا سنة عندك في هذا دليل فما يقبلون شخص يقول قول من غير دليل لا بد أن يأتي بدليل عندك في هذا سنة في آية في حديث وما يفتي به المفتون فهم يجتهدون في الاستنباط من الآيات والأحاديث لكن المسائل الكبيرة في الدين ووصول الدين هذه مجمع عليها ما يحتاج ولهذا لم يحصل بين الصحابة فيها خلاف البتة يختلفون في مسائل فقهية لكن في مسائل العقيدة في التوحيد ما في خلاف إطلاقا في أسماء الله عز وجل ما في خلاف في صفاته ما في خلاف في أركان الإسلام ما في خلاف في أركان الإيمان ما في خلاف في الغيبيات الثابت ما في خلاف البتة لا فإنك تعجب من أشخاص يتركون ما عليه من زكاهم الله تبارك وتعالى وأذنى عليهم يتركونه ويبحثون عن الدين عند غيرهم ولهذا هنا ذكر الإجماع قال وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعادة بغير الله عز وجل ثم ذكر من من المتأخرين الذين نقلوا الإجماع وذكر من بعض المذاهب الفقهية لأنكم تعلمون أن المذاهب الفقهية التي انتشرت كثيرا وإلا المذهب هو اجتهاد لبعض العلماء الكبار مثل الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام بحنيفة الإمام أحمد بن حنبل وكان غيرهم أئمة مثل سفيان الثوري الأوجاعي لكن وجد تلاميذ كثير للأئمة الأربعة ولهذا سمي الأئمة الأربعة فانتشرت مذاهبهم فهو يريد أن يبين للناس أن هؤلاء الإم الأربعة في الاعتقاد على طريقة الصحابة ما عندهم هذه البدع ولهذا تجد بعض الناس الآن يقول أنا الشافعي مذهبا الرفاعي طريقة طيب والشافع وش طريقة انظروا إلى التناقض يقول أنا شافعي في المذهب لكن الطريقة كانت الطريقة رفاعي أو قادري عجيب أو يقول أنا حنفي في الفقه ثم يقول أنا على الطريقة القادرية فإن كان عندك أن أن أبا حنيف عالم جليل فلماذا ترغب عن عقيدته إذا كان عندك أحمد محمد عالم عظيم جليل فلماذا ترغب عن عقيدته إذا كان الإمام مالك عالم جليل فلماذا ترغب عن عقيدته وأنت تقلده في الفقه يعني هو في الفقه كلامه الصح في العقيدة منحرف كلامه في الفقه صح وكلامه في العقيدة الحراف انظروا إلى هذا التناقض الذي حصل عندهم ولهذا انظروا كيف ينقل مثلا لأن مثلا كثير من أتباع الإمام أبي حنيف هم على غير عقيدته وعقيدة الإمام أبي حنيف ذكرها الطحاوي في العقيدة الطحاوية ليس فيها من عقائدهم هذه الباطلة الشيء إطلاقا فلهذا ذكر نقلا عن أحد العلماء الأحناف وهو مل علي قاري الحنبي وهو متأخر لكنه وجد أن العلماء نقلوا الإجمع فنقله قال لا يجوز الاستعاذ بالجن لا يجوز الاستعاذ بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر هذه الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني الجن استمتع بالإنس والإنس استمتع بالجن وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه استمتاع الإنس بالجن بمعنى أنه يدل على محل السرقة يدل على بعض الأشياء هذا الذي يكون عن طريق الكهان وامتثال أوامره واخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجن بالإنس نكمل هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا نستنورك اللهم ونتعجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر